اكد المهندس باسم بن عقوب الحمر وزير الاسكان ان قيادة وحكومة مملكة البحرين تولي مبدأ رفع المستوى المعيشي للمواطنين اولوية كبيرة في برامجها وخططها الحكومية التزاما بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حافظه الله لشان توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين جودة معيشتهم واضاف الوزير خلال الكلمة التي القاها لدى مشاركته في اعمال الدورة الاولى للجمعية العامة لموءل الامم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي ان المملكة تواكب الجهود الدولية الرامية الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ولسيما الهدف الحادي عشر الذي ينص على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وامنة وقادرة على الصمود والاستدامة وقال وزير الاسكان ان الاعمال الكاملة للحق في السكن الملاءم هو محور اهداف البحرين الانمائية والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 حيث تضع تلك الاهداف المواطنة في صميم التنمية من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وهو ما تبين في برنامج عمل الحكومة السابق والحالي حيث تم دمج الاسكان في سياسة التنمية الوطنية بشكل استراتيجي يسهم في دعم الاقتصاد ويعزز الاندماج والزهار وقال المهندس الحمر ان البحرين قامت به تشهيد ثلاث مدن اسكانية خلال الحقبة الممتدة من الستينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي باضافة الى عشرات المجمعات السكنية اضافة الى تنويع الخيارات الاسكانية امام المواطنين من خلال توفير خدمات التمويل وتخصيص الاراضي السكنية الامر الذي نتج عنه توفير 129 الف خدمة اسكانية خلال العقود الخمسة الماضية استفاد منها 65% من المواطنين البحرينيين من جهة اخرى شاد المهندس باسم الحمر بخطوة انشاء جمعية موئل الامم المتحدة وانعقاد اجتماعها الاول بالعاصمة الكينية التي من شأنها توحيد مساعي الجهات الحكومية وغير الحكومية تحت مضلة موئل الامم المتحدة حرسنا على المشاركة في اعمال الدورة الاولى لموئل المتحدة في العاصمة الكينية لتسليط الضوء على جهود المملكة في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 والخطة الحضرية الجديدة في الوقت اللي ابرز عنوان الدورة الاولى هو الابتكار في تحسين جودة الحياة نلاحظ ان احنا الحمدلله في البحرين ايضا اهتمين كثير في الابتكار على اساس ان هناك طرحت وزارة الاسكران العديد من البرامج المبتكرة ايضا حرسنا من خلال هذه الملتقى ان نعرض تجارب مملكة البحرين ويتم فيها ايضا تبادل خبرات البحرين من اوائل الدول التي تبنت معظم اهداف التنمية المستدامة وادخالها هذه في الخطة فمساهمة البحرين في الحلقات النقاشية في عرض التجارب الناجحة مهم جدا في هذا المكان لان يوجد حوالي 3000 مشارك من دول العالم كله فهو يعطي فرصة لتبادل المعلومات وتبادل الخبرات في مجال السكن كل هذا يأتي في اطار دعم برامج الامم المتحدة ومنظماتها من خلال الاطار الستراتيجي الذي تم توقيعه لسنوات 2018-2022 ومع وزارة الخارجية ممثلات عن حكومة البحرين ويشمل 16 منظمة اممية ترجمة نانسي قنقر